كمان وجه السيد رئيس خلال الاجتماعات ايضا فكرة زيادة الحافظ الاضافي لكل المخاطبين يعني اذا كمان عندنا حافظ اضافي عايزين نشرح ده لان احنا برضو بنخاطب بيه المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتكلفة بلغة 18 مليار الفكرة كلها ان الدولة احنا عندنا مخاطبين بيه القانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين فكرة ان احنا يبقى عندنا دعم واضافة خيانا نشرحها للناس لان فيه ناس تقولك الخدمة المدنية اللي هما طبعا المخاطبين اللي هما العاملين في الوزارات او في الحكومة بشكل عام والوحدات المحلية دي كلها غير المخاطبين عضاية تدريسة هي القناة السويس حد ازعوا التلفزيون طبعا بس بير بنشارف فيه دايما وغيرها من الهيئات الصالحة دي كلها غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لكن العلاءة طبعا تشمل المخاطبين وغير المخاطبين بنفس الشيء طيب اعتماد كمان حافظ إضافي ده كلمنا فيه لتطوير المعلمين يعني هو أنت تعيين وحافظ إضافي كمان حافظ إضافي عشان بس يبقى موجودة مخصصات بتاعتهم لأن كان بعد الفترة الماضية فكرة أن في عقد مؤقت وعمليات التعيين والمؤتبات الخاصة بيها طيب المكافأة دي كلها كانت عاملة يمكن شوية مشاكل فدلوقتي أعتقد أن كمان ميزة الموضوع دوت أنه حسم الأمر تماما فكرة إحنا هنعين الدقيق وعلى فكرة هو رقم ليس بالقليل يعني فكرة أنه يبقى عندي 30 ألف معلم سنويا يعني بنتكلم حوالي 100 مليار بزبط يعني حوالي 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بجانب كمان الجزء الخاص بعملات التطوير والحوافظ فبالتالي ده جزء مهم جدا أن الدولة تسد الفراغ اللي كان موجود أو العجز اللي كان موجود دوت مع الاهتمام بملف التطوير لأن بعده ما ينفعش أنه نعفض نعين أو عندها تعينات لكن ما يبقى مشكلة عندنا في التطوير ويفضل عندك نفس المبلغ بزبط لازم يعني الزيادة يكون قدامها كمان ويفضل عندنا في التطوير والحوافظ